اهلا بحضراتكم وإزالة المعويقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب كما تضمنت موضوعات لجنة المحليات قانون المجالس الشعبية المحلية والقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية بدأ الحوار الوطني أولى جلساته الأسبوع الماضي بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النابي بالمحور السياسي حيث ناقشت موضوع النظام الانتكابي في ظل الضوابط الدستورية كما نقش خلال الجلسة موضوع القوائم النسبية غير المشروطة والقوائم المغلقة المطلقة وأهمية دور الأحزاب السياسية التي تعد جزءاً أساسياً من تنظيم الدولة المصرية وأهمية العملية الانتكابية في تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان كما عقدت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالمحور السياسي بالكوار الوطني أولى جلساتها النقاشية حول موضوع هل تحديات التعاونيات وجاءت أبرز نقاط الحديث خلال الجلسة حول إصدار قانون موحد للعمل التعاوني وكذلك إنشاء بنك تعاوني موحد بإمكانيات خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية والتوسط في إنشاء تعاونيات في المجالات الأخرى التي يكون بها دور كبير للقطاع التعاوني مثل الصحة والتعليم والخاصة بصناديق الاستثمار وضرورة إدراك مادة التعاونيات في المناهج التعليمية حتى يكون للأجيال الجديدة دور قيادي فيها وعقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني جلسة حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين الشر بحضور ومشاركة ممثلين عن فئات المجتمع كافة من سياسيين ومرشي جهات وأعزاب سياسية وباحثين وخبراء ومقدمي المقترحات ونقشت الجلسة قضية مكافحة التمييز وأكد المشاركون على المساواة بين المصرين كافة وإن الدولة المصرية ملتزمة بجميع التفقيات ذات الصلة والتي وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون سواء في الحقوق المدنية أو السياسية وصلتت الجلسة الضوء على حقوق المواطنين في العلاج والسكن بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدني أو النفسي باعتبار أن احترام الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري وثمن المشاكون دور الدولة في إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على القريات العامة مما يؤكد وعيها بملف حقوق الإنسان باعتداره ملفا أساسيا مطالبين بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات وإيجاد حلول الثغارات الموجودة في بعضها وتفعيل الاستحقاقات الدستورية لمناهضة التمييز كما طلبوا بسن مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين وأكد المشاركون أن وزارة العدل تقوم على إعداد مشروع قانون في الوقت الراهن لمكافحة التمييز استعدادا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والتي جاءت أهم ملامحه بتحديد نظام إجرائي لوقف أي انتهاكات وضمان الإنصاف ودعم عدم التمييز وكذلك التزام الجمعيات ومؤسسات الدولة لبطبيق القانون وكذا توفير ظروف مناسبة للعمال وطالب المشاركون بمجاعة جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز والعمل على المساواة بين الجنسين ومنهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والقضاء على مركزية القرار ورفع الوعي في المدارس بهذه القضية وتجديد الكطاب الديني ونبذ العنف كما اقترح المشاركون بالجلسة النقاشية بضرورة تمتع المفاوضية بالاستقلال والصلاحيات في حدود القانون مع إداء الرأي وتقديم مقترحات للعمل على المواطنة والمساواة بين الأفصاد وتلقي الشكاوى من المتضررين وإطلاق حملات توعية وتضمين مناهج التعليم قضية المواطنة ومكافحة التمييز إلى هنا تنتهي بغضيتنا بشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة